أين دلنا؟ أين خوفنا؟ لماذا تغيرت علينا الدنيا؟ أقول نحن الذين تغيرنا وليس الدنيا تغيرت الدنيا ثابتة وتبقى كما هي وعما قريب ستثنى ولكن النفوس والقلوب هي التي تتغير الواحد مننا لو عاد إلى بيته الآن لو عاد إلى بيته الآن سيمسح الغبار عن مصحفه والله أكاد أزم لو أننا عدنا جميعا إلى بيوتنا سنمسح الغبار عن مصاحفنا لكن لا أجد واحدا مننا وأنا منكم سيجد غبارا على جواله سيجد غبارا على جواله أكاد أزم ألا نجد واحد مننا سيمسح الغبار عن هاتفهم مقاييس كثيرة تغيرت مقاييس كثيرة تغيرت ربما الواحد مننا يغتاب فلان وينام دون أن يطلب السماح من أخيه ربما الواحد يهدك عرض صاحبه أو جاره أو أخيه ويدهب إلى النوم وكأن شيئا لم يحدث ربما فلان يأكل حق أخيه وينام وكأن شيئا في الدنيا لم يتغير والمصيبة أن نرى الناس تموت أمام أعيننا نرى الإنسان يدخل المستشفى في مرض بسيط فيعود إلى المقبرة يخرج من المستشفى إلى المقبرة هكذا يا كرام الدنيا الدنيا عما قريب ستفنى وستزول والكيس مندان هذه النفس وعمل لما بعد الموت هل نحن جاهزون لاستقبال ملك الموت هل نحن جاهزون للعرض أمام الله هل نحن جاهزون للوقوف أمام الله لو حل ملك الموت ضيفا علينا هل سيكون هذا القلب جاهز لاستقبال ملك الموت هذا السؤال لا أجيبه عنك ولن تجيبه عني هذا السؤال لن يجيبه الواحد إلا عن نفسه بصلاته وبقيامه